وفي ريف دمشق سقطت نحو 12 قذيفة أطلقتها الفصائل على مناطق سيطرة ميليشيات النظام حيث سقطت 5 قذائف على أماكن في ضحية الأسد قرب حرستا كما سقطت 5 قذائف في محيط مشفى البيروني فيما سقطت قذيفتان على أماكن في مخيم الوافدين أسفرت عن إصابة شخص على الأقل فيما لا تزال العمليات العسكرية متواصلة على محاورة في ريف حلب الجنوبية بين ميليشيات الأسد والفصائل السورية المعارضة